مرحبا بالجميع في هذا المقطع نشرح كيفية أسلح أو تعديل الوقت والتاريخ في هواتب سامسونج جالكسي S20 كيف ذلك؟ تابعونا في البداية نضغط على أيقونة الضبط ثم في هذه الصفحة نمرر إلى الأسفل حتى نصل إلى خيار الإدارة العامة نضغط على الإدارة العامة ثم في هذه الصفحة نضغط على التاريخ والوقت هنا في هذه الصفحة نقوم بإيقاف تفعيل التاريخ والوقت التلقائي بتبديل العلامة حتى نتمكن من تعديل على التاريخ والوقت يدويا لتعديل التاريخ نضغط على ضبط التاريخ ثم هنا نقوم بإدخال التاريخ الصحيح بتغيير الأرقام ثم بعد ذلك نضغط على تم نفس الشيء لتعديل على الوقت نضغط على ضبط الوقت وهنا تظهر لك هذه النافذة يمكنك تغيير الوقت من خلال تبديل الأرقام ثم سوف تلاحظ بعد ذلك في الأعلى تغيير الوقت إذن نضغط على تم وسوف تلاحظ تغيير الوقت كما تشاهدون في هذا المقطع هنا في الأسفل يمكنك تغيير تنسيق الساعة من 12 إلى 24 ساعة وفي الأعلى يمكنك العودة إلى التوقيت تتلقائي متى تريد هذا كل شيء في النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر